أهلا بك أيها المشاهد في أول خطوة لك على الطريق الصحيح لتعلم اللغة الإسبانية ما ستشاهده في هذا الفيديو هو محتوى حصري ولم يسبق لك أن شاهدته في فيديو آخر على اليوتيوب ومن خلال مشاهدتك لهذا المقطع مرة أو مرتين سيتمكن دماغك من تشجيل كل المعلومات التي سأذكرها بطريقة ستفاجئك بعد الفاصل ونواصل بسينو 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 بلوكيرو 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 مبسينو إس أم بلوكيرو مبسينو إس أم بلوكيرو إذن كيف سنتذكر كلمة بيلو كيرو وكلمة بيسينو بحيث أنها تبقى راصخة في الدهن مدى الحياة نبدأ بكلمة بيلو كيرو والتي تعني حلاق هذه الكلمة مثلا نقوم بتقسيمها إلى قسمين بيلو وكيرو ما سنقوم به هو محاولة ربط كل كلمة بصورة معينة تكون مخزنة في دماغك مسبقا ولهذا لن تحتاج إلى حفظ الكلمة الجديدة بل سنقوم بربطها بكلمة هي في الأصل مخزنة في الدماغ وبهذه الطريقة سنتمكن من تذكر الكلمة الجديدة بكل سهولة ننتقل إلى شرح التطبيق لنتذكر كلمة بيلو سنقوم بربطها بكلمة بيلوكا بحكم أنني مغربي فكلمة بيلوكا معروف عندنا أنها تعني شعر مستعار إذن لتذكر كلمة بيلو سأربطها بكلمة بيلوكا وإذا كنت أيها المشاهد العزيز لا تعرف أن كلمة بيلوكا تعني شعر مستعار يمكنك ربطها بكلمة أو صورة تعرفها مسبقا على حسب التقاف التي تعيش فيها فالهدف هو البحث عن الصورة المخزنة في الدماغ مسبقا لربطها بكلمة جديدة تبقى لنا كلمات كيرو أعتقد أن كلنا يعرف الملازم كيرو لسيما مواليد التسعينات إذن لنتذكر كلمات بيلوكيرو سنتذكر الملازم كيرو مع قبعته التي تشبه الشعر المستعار وهنا سيناد القضية إذن لابد أنك الآن تحب أن تتعلم اللغة الإسبانية ملاحظة بالإضافة أننا نربط الكلمة الجديدة بكلمة أو صورة مخزنة في الدماغ مسبقا فإن حتى ذلك الوقت الذي تمضيه في البحث عن الكلمة أو الصورة لربطها مع الكلمة الجديدة يساعد أيضا في تذكر دماغك الكلمة الجديدة لأن الدماغ يتذكر الأشياء عندما يستقبلها بطريقة ممتعة إذن لا أعتقد أنك بحاجة إلى حفظ هذه الكلمة بعد الآن ننتقل إلى الكلمة الموالية وهي بسينو وتعني الجار سنطبق عليها نفس الطريقة كما قلنا سابقا أن عليك ربط الكلمة الجديدة بصورة أو كلمة مخزنة في دماغه وهذا الأمر يختلف من شخص إلى آخر فبالنسبة لي أنا لأتذكر هذه الكلمة سأربطها بمقطع مضحك جدا ومشهور جدا يحتوي على هذه الكلمة بالضبط إذن كل ما سأقوم به هو تذكر الصورة التي هي مخزنة مسبقا في دماغي دعني أسألك الآن هل تتذكر ترجمة كلمة حلاق؟ فكر أجل أحسنت 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 لا تحتاج منا أي مجهود لنتذكرها كلمة كارني سيرو تعني جزار سنقوم بتقسيمها إلى جزئين كارني وسيرو كلمة كارني تعني لحم في اللغة الإسبانية وسيرو يعني الرقم السفر ما سنقوم به هو تحويل هذه الكلمة إلى صورة ليستطيع الدماغ أن يتذكرها بسهولة كلمة كارني في المغرب تعني دفتر يعني الدفتر دي المول الحانوس دفتر الكريدي وهذا هو الرقم تخيل معي أيها المشاهد العزيز أن هذا الصفر هو محل لبيع اللحم المجزارة والذي يبيع اللحم يسمى بالجزار والجزار في اللغة الإسبانية هو كارني سيرو إذن لتذكر كلمة كارني سيرو نتذكر دفتر اللي فيه الكريدي دي الجزار الكارني في المجزارة اللي هي سيرو كارني سيرو كلمة سيرو وكارني مخزنة مسبقا في دماغنا ما قمنا به هو تشكيل صورة من هاتين الكلمتين قبل أن نكمل أيها المشاهد باقي الجمل لا تنسى أن تشترك في القناة وتفاعل جرس التنبيهات لتصلك الفيديوهات القادمة وإذا أعجبتك طريقة في الشرح فلا تبخل علينا بالضغط على الزر إعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك هل تذكر ما معنى فكر أجل صحيح تعني جاري حلاق أو جاري هو حلاق أو جاري يكون حلاق بادري 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 أكتور 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 مي بادري إس أكتور مي بادري إس أكتور هذه جملة سهلة فكلمة بادري تعني الأب وهي كلمة مشهورة جدا في الوطن العربي لا سيما أنها تعني الأب الذي يكون في الكنيسة في حالف قيعد نحن في جامعة في المغرب وكلمة أكتور مثلها مثل أكتور في اللغة الإنجليزية والفرنسية مي بادري إس أكتور مي بادري إس أكتور تيو 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 كونتابل 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 مي تيو إس أكتابل مي تيو إس أون كونتابل أو مي تيو إس كونتابل كلمة تيو تعني العم أو الخل في اللغة الإسبانية ليس هناك فرق بين العم أو الخل فهي كلمة واحدة كلمة تيو هي كلمة شائعة أيضا في المغرب وبالخصوص في شمال المغرب وذلك راجع إلى ما خلفه الاستعمار الإسباني حتى أنك تجد بعض الأشخاص ينادون على أصدقائهم أولا تيو شكتعود لكن لا تقلق إذا لم تكن قد سمعت بهذه الكلمة من قبل سأريك كيفية تذكرها بسهولة وبطريقة المضحكة تخيل معي لو أن عمك أو خالك هو ذلك الأستاذ الشرير الذي يدرس اللغة العربية مستوى ابتدائي الأستاذ يحمل عاصة أو تيو تيو في الدرجة المغربية هو نوع من أنواع العاصة التي يضرب بها الأستاذ تلامده لتذكر كلمة تيو تذكر أن لك عم أو خال مدرس ابتدائي ويحمل عاصة الجميل في تعلم اللغة الإسبانية بهذه الطريقة هي أنها تفتح لك باب الخيال الواسع فبحر في خيالك يا عزيزي تيا أكتريس 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 ميتيا إس أنا أكتريس هو نفس المثال السابق فقط قمنا بتحويل المذكر إلى المؤمنت ميتيا إس أنا أكتريس أو ميتيا إكس أكتريس أوتر 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 شيكسبير إس أون أوتر شيكسبير إس أون أوتر كلمة أوتر تعني مؤلف هي مثلها مثل أوتر في اللغة الفرنسية لا سيما ودرسناها في الإبتداء والإعداد كيل لنوم دو لتر كيل لنوم دو لتر المهم لمن لا يعرف اللغة الفرنسية تأترك لكم مجال الإبداع والخيال بإيجاد صورة أو كلمة ما يمكن ربطها واكتبوها في خانة التعليق هنا أسفل الفيديو كلمة panadero تعني خباز وفي تقافتنا المغربية الكل تقريبا يعرف أن المخبزة باللغة الإسبانية تعني panadreya إذن اربط هذه بتلك تزيل e-o وتعوضها ب-e-o فتصبح panadero panadero كلمة abuelo تعني الجد لنتذكرها سنقوم بتقسيمها إلى قسمين كالعادة ab و ويلو سنربط ab بكلمة الأب فيما أنه جدي فهو أب لأبي أتذكر الإرت لمن يدرس الإرت أو لمن درسه سابقا أب لأبي أخ لي عمي وجدي لي أمي وإلى آخره كما قلت لكم سابقا أن لكل شخص مخزون معرفي مختلف فلا تندم عزيز المشاهد على أي معلومة قد تعلمتها في السابق فالآن هو وقت استثمارها أغنية هويلو للفنان راشد الماجد مع بعض الإضافات الخفيفة من هو جدك؟ راشد ماجد من هو ربك؟ سابقا أن لكم قد حللنا هذا اللغز أعزي المشاهدين مي أبوالو يشاهدون أبوالو بانكرا بانكرا مادري مادري مي مادري أس انا بانكرا مي مادري أس انا بانكرا madre تعني الأم أعتقد الكل يعرفها مثلها مثل padre los padres الأبوين banquera أو banquero للمذكر تعني موظف البنك ولتذكرها سنربطها بكلمة bank في اللغة الفرنسية وحتى في اللغة العربية مع إضافة حرف r وحرف o للمذكر وحرف a للمؤنت banquera banquero mi madre es una banquera mi padre es un banquero hombre ladron este hombre es un ladron hombre تعني رجل في اللغة الإسبانية وهي كلمة شائعة جدا لم نقول أنها من أشهر الكلمات الإسبانية مثل hola و adios أيضا يمكنك ربطها بكلمة on في اللغة الفرنسية التي تعني أيضا رجل ladron هي سارق أو less صراحة هذه الكلمة وأنا أبحث عن الصورة التي سأربطها بها وجدت مجموعة من الأفكار الغريبة مثلا لادرون هي كلمة مقصمة إلى لاد ورون لاد سنقوم بربطها بكلمة لاد بالفرر في اللغة العربية سنأخذ فقط بداية الكلمة لاد لاد بالفرر زعم هرب لا يعني لاد بالفرر رون هو الاسم العائلي لأحد أشهر أترية العالم جيم رون ربما نضعها في جملة مضحكة مثل جيم رون لاد بالفرر يعني در لابس و هرب سلتة هرب إذن لادرون هي رون لاد بالفرر وإذا قرأناها بالمقلوب لادرون صحيح لادرون إذن لادرون نبدأ بكلمة كوسينيرا أو للمذكر كوسينيرو وتعني طبخ أو طاهن و لنتذكرها نربطها بكلمة كوسينة التي تعني مطبخ و كل المغاربة طبعا يعرفون كلمات كوسينة تعني مطبخ فهي أيضا من مخلفات الاستعمار الإسباني إذن الطبخ يطهو في المطبخ المطبخ كوسينة والطبخ كوسينيرو مثلها مثل كارني كارني سيرو بريما تعني ابنت الخال أو العن يعني ابنت خالي ولا ابنت عني و هي المذكر نقول بريما وهي أيضا من الكلمات المشهورة جدا مي بريما إس أنا كوسينيرا كريمينال 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 نومي غوستا لوس كريميناليس نومي غوستا لوس كريميناليس كريمينال تعني مجرم و جمعها كريميناليس أو لوس كريميناليس بالتعرف هذه الكلمة مشتركة في أكثر من لغة صراحة فمثلا هي نفسها في اللغة الإنجليزية مع اختلاف النطق وأيضا في اللغة الفرنسية لذا اقترحوا علينا في خانة التعليق كيف يمكن تذكرها عن طريق ربطها بكلمة أو صورة لنرى إبداعتكم هيا أبدعوا يا شباب نومي غوستا لوس كريميناليس إيخو إيخو بوليسية بوليسية مي إيخو إيس أم بوليسية مي إيخو إيس أم بوليسية إيخو تعني إبن وللمؤنت نقول إيخا إبن صراحة هذه الكلمة لم أجد لها أي تشبيه عيض مع الصردماغي ولكن الغالب الله المهم لمن لديه أي اقتراح المرجو مشاركة معنا في خانة التعليق أسفل الفيديو أما كلمة بوليسية فلا داعي أن تذكرها أصلا مي إيخو إيس أم بوليسية مي إيخو إيس أم بوليسية سوبرينو سوبرينو دكتور دكتور مي سوبرينو إيس أم دكتور كلمة دكتور تعني طبيب وهي كلمة مشهورة عالميا في جميع اللغات تقريبا سوبرينو تعني ابن الأخ أو الأخت وللمؤنت نقول سوبرينة ابنة الأخ أو الأخت يعني ابن تخايي أو ابن تختي او ابن تختي إينا تذكر كلمة سوبرينو تخيل فقط أن اللاعب سوبرينو الذي يلعب فريق ريال مدريد هو ابن عمك وإحنا سلينا هذه القضية طبيب مي سوبرينو إيس أم دكتور مي سوبرينو إيس أم دكتور سوبرينو سوبرينو إينفرميرا إينفرميرا مي سوبرينو إيس أم دكتور إينفرميرا إينفرميرا تعني ممرضة وللمذكر إينفرميرو هذه كلمة سهلة أعتقد أن كل المغاربة وحتى الجزائريين سيتذكرونها بكل سهولة نظرا لإستعمار الفرنسي ولأننا سنقوم بربطها بكلمة فرملية في الدرجة المغربية أو بكلمة إينفرمير في الفرنسية مي سوبرينو إيس أم دكتور إينفرميرا سويغرو سويغرو مي سويغرو إيس أم إينفرميرا سويغرو تعني أب الزوج أو الزوجة وللمؤنث سويغرا بالمغربية نقول نسيب نسيب ولنتذكر كلمة سويغرو هذه أيضا من الكلمات التي وأنا أبحث عن صورة أو شيء ما لأقوم بربطها بها وجدت أفكار خريبة وأسهلها هو أن نربط كلمة سويغرو بسيغار مع صفة التصغير أقصد تصغير الكلمة مثل اسم أحمد يصبح حميدو وغرو يصبح غويرو إلى آخر أنتم ما فهمين فتخيل أن أب زوجتك أو زوجك يحمل سيغار وهو خاضب جدا إنخينييرو تعني مهندس وهي كلمة مشتركة أيضا ما بين اللغة الفرنسية والإنجليزية مع بعض التغييرات الخفيفة مثلا في النطق مثلا في الفرنسية والإنجليزية نقول إنجينيور وفي الإسباني نقول إنخينييرو يعني تغيير فقط في النطق وبعض التغييرات الخفيفة في الكلمة Mi suegro es un ingeniero Mi suegro es un ingeniero Mareido Ma-reido Mareido Profesor Profesor Mi marido es un profesor Mi marido es un profesor Marido تعني زوج لكن لنقول زوجة لا نقول مريدة فهذه الكلمة لا توجد في اللغة الإسبانية مطلقا بل نقول مخير أي امرأة ونستخدم أيضا لنقول زوجة بحل في الدرجة كنقول مراتي يعني زوجتي ولتذكر كلمة مارido نربطها بكلمات مغياش في اللغة الفرنسية والتي تعني عرص فبما أن هناك عرص هناك زوج وكلمات Profesor تعني أستد وهي أيضا من الكلمات المشهورة عالميا لا نحتاج إلى نشرحها أو لنربطها بكلمات أخرى أصلا Mi marido es un profesor Mi marido es un profesor Nieto Nieto Estudiante Estudiante Mi nieto es un estudiante Nieto تعني حفيد ولل مؤنت نقول nieta لذا تقول كلمة nieto فقط تخيل أن حارس المرما نيتو لفريق برسلونة هو حفيدك والسلام والسلام مش ميقولوش أصحاب المادريد كده والبرسا عندنا التعادل قبل قلنا المادريد ده بقلنا البرسا Estudiante تعني طالب وهي كلمة شائعة في باقي اللغة المعروفة في الإنجليزية نقول student Mi nieto es un estudiante Mi nieto es un estudiante وصلنا عزيزي المشاهد إلى نهاية هذا الدعس ما عليك سوى إعادة هذا الفيديو أكثر من مرة وهذا يسمى التكرار يساعد دماغك على تذكر 100% من المعلومات التي ذكرناها ولا تنسى أن تشارك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك الفيديوهات القادمة وإذا أعجبتك طريقة في الشرح فاضغط على الزر إعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك يلا Adios Amigos